استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني اليوم الثلاثة بالرباط وزير خارجية جزر القمر محمد بكري بن عبد الفتاح الشريف في بلده العلاقات بين مغرب وجزر القمر علاقة مخوة وصداقة وتعاون وفي قبرامج متعددة منذ فترة هذه الزيارة الهدف منها أولا إجراء مباحثة لتبادل وجهة نظر في القضايا التي تهمنا كلنا ولكن أيضا العمل على تطوير التعاون بين البلدين وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاق إطار لتعاون بين جمهورية القمر المتحدة والمملكة المغربية وتمثل هذه الاتفاقية إطار عمل جديد لتطوير العلاقات بين البلدين نعلم جيدا وبدون دراسة عن أي معلم كان أو أي أستاذ كان أن الصحراء هي معاربية وستبكى معاربية وهذا حق مقدس لها إلى يوم القيامة ولن ولن نقبل أي حل سوى الحل الذي نعرفه جميعا ونحن في الجلسة القادمة للإهتاد الإفريقي بأذي سبابا سنرفع الصوتنا عاليا لنعبر عن حل المملكة المغربية وأن نصرح أن هذا الملف للأمم المتحدة وعلى يد المبوث بالشخص للأمين العام المتحدة المستير كريستوفر روس وستعقد الدورة العادية الحادية والعشرين لقيمة الاتحاد الإفريقي من التاسع عشر إلى السابع والعشرين من مايو الجاري تحت شعار الوحدة الإفريقية الشاملة والنهضة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر